كشف رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي بأن وزارة الصناعة استدعت أربع وكلاء لسيارات محتملين لوضع الملفات الأصلية الخاصة برخصة الاستيراد وقال زبدي أن استدعاء يخص أربع متعاملين في مجالات مختلفة وهي السيارات والآليات والدراجات النارية وكانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أعربت عن رضاها بشأن دفطر الشروط استيراد وتصنيع السيارات الذي صدر في الجريدة الرسمية وقالت المنظمة في تدوين لها عبر صفحتها على الفيسبوك على العموم دفطر الشروط جيد من ناحية ضمان حقوق المستهلك ومن المرتقب أن يعرف سوق السيارات بالجزائر في أستولات الأول من عام 2023 دخول المركبات الجديدة والمستعملة التي يتم تسويقها من قبل الوكلة أو المستوردين من قبل الأفراد